بنتي حدث بينها نزاع بينها وبين زوجها نزاع يوم الوقفة وقالت له لو انت راجل طلقني قال له غورف داين تطالق لا حوالي قواته الله بالله ايه اللي المفروض يعمله عشان يرد الان هنا كنصيحة من الاخطاء تقع فيها بعض النساء نتستفذ الرجل برجولتها او باي شيء لكي يطلق وهذا من نزغات الشيطان ما يندغيش عند وجود المشكلة وعند وجود النزاع ان يكون احد الطرفين حريص على فعل اي شيء لانهاء العلاقة الزوجية فدائما دائما الانفصال خسارة للطرفين فعلينا ان نحذر من هذا علينا ان نحذر من هذا اما عن الحكم فاذا قالت له لو كنت راجل طلقني فاخذته الرجولة فطلقها فوقع الطلق قال له انت طلق فهذا طلقة واقعة هنا الطلقة واقعة فينظر اذا كانت هذه الطلقة الاولى او الطلقة الثانية فعند اذن يراجعها يقول راجعت زوجتي فلان بنت فلان ويجامعها بنية الرجعة او يجامعها بنية الرجعة وبالقول افضل ايضا فيقول راجعت زوجتي فلان بنت فلان قبل ان تنتهي لئدة وقبل ان يمر علي ثلاث قروق ثلاث حيضات فيراجعها هذا هو الطريق لرجعها اذا كانت بعد الطلقة الاولى او بعد الطلقة الثانية والله تعالى اعلن خطبت وفشكلت بعد سنة ونصف هل من حقي استرد دهبي الاصل ان الشبكة الاصل ان الشبكة هي عبارة عن هدية مسببة هبة مسببة اعطاها لاجل الزواج فالاصل انها ترد ان تردوا اليه اذا تم فسخ الخطبة الاصل ان ترد اليه اذا تم فسخ الخطبة هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الامر قد يكون هناك احيانا امور اخرى بان يكون ترك بغير سبب منه او اوقع الاسرة في عنات فهنا ان ينصح بان يكون في جلسة صلح يزيل بالضرر الواقع على اهلية المخطوبة في هذه الحالة اذا كان بغير سبب منه مطلق لكن فيه سبب وفشكله وارتضل الانفصال فالاصل انها ان ترد اليه الشبكة ترجمة نانسي قنقر